اشتركوا في القناة والانفتاح انطلاقا من مبادئ المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاء وبمتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بعدها التقى السفيرة سيناتور سلمى عطاء اللاجان رئيس جمعية الصداقة البحرينية الكندية بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية حيث أشاد بدور الجمعية وجهودها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل التوجه المشترك للوصول إلى مستويات متقدمة في العديد من مجالات التعاون وأشار إلى أهمية العمل المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية معربا عن اعتقاده بأن جمعية الصداقة بين البلدين ستثبت جدارتها بالمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف مؤكدا تطلعه إلى مزيد من التعاون البناء خلال المرحلة المقبلة مثمنا موقف كندا الداعم للأمن والسلم الدوليين وكانت السيناتور سلم عطا اللاجان رئيس جمعية الصداقة البحرينية الكندية قد أعربت عن تقديرها لزيارة معالي السفير إلى كندا وحضوره جانبا من الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ الكندي مشيدة بمواقف مملكة البحرين والتي تدعم مفهوم ثقافة السلام وحرية الأديان والمعتقدات والتعايش السلمي في المنطقة رئيس مجلس الشيوخ حضرات أعضاء مجلس الشيوخ أقف اليوم لأتحدث عن الصداقة الدائمة بين كندا والبحرين تتشارك بلدين بعلاقات تعاونية في قضايا مثل الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار كان من دواعي سروري في يونيو الماضي إطلاق مجموعة الصداقة الكندية البحرينية إلى جانب عدد من زملاء أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان واختنم الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين هذه المناسبة للإشادة بموقف كندا الداعم للسلم والأمن العالميين والتزامنا بأمن الملاحة البحرية من خلال مشاركاتها في القوات المشتركة ويسعدني أيضا أن أشارككم أن هذا العام يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كندا والبحرين والرغبة المتبادلة بين بلدين في تعزيز العلاقات ستثبت أنها مساحة قيمة لتحقيق هذه الأهداف وأنا أتطلع إلى تعاوننا المستقبلي عدرات أعضاء مجلس الشيخ أود أن ألفت انتباهكم إلى تواجد الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين فهو ضيف السيناتر تولجان ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الشيخ أرحب بك في مجلس الشيخ شكرا